عليكم السلام وحباتي اهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية ونحن مع مصطلح الحجاب وده موضوع طبعا الناس ده ما بتتكلم فيه ده الاية ده 1146 ده الحلقة 1146 ايه انواع الحجاب اول شيء الحجاب المادي في الدنيا احنا طبعا لما نشوف كده هل ما يسمى بالحجاب في اللبس ده ما جاء في القرآن الكريم ولا لا نسترجع اول حاجة الحجاب المادي في الدنيا يقول سبحانه وتعالى وذكر بكتابي مريمة اذ انتبذت من اهلها من كانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا يعني شيء يحجبها عنهم مش لبسة حجاب يعني وفي سورة الاحزاب اذا سألتبهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني لما لا تدخلوهن النبي لان وجاء لكم الا طعام غر نازين انا فلما تطلبوا حاجة من لساء النبي يبعى عن طريق سطارة او حجاب مش حاجة تتحطى على الوش وفي اذا عرض علي بالعشير صفنات الرجال فقال ان حباب تحب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب اللي هو ما يحجب هذه الاحصنة او يعني هذه الخيول عن النبي عليه السلام اللي هو سليمان في الحجاب البرزخي في الوحي يقول سبحانه تعالى وما كان يري بشر انه كلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسله رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي الحكيم ده الاي واحد وخمسين من سورة الشورة يا ربنا مش يكلم بشر الا وحي او من وراء حجاب يعني حجاب برزخي او يبعث رسول كجبريل وفيه الحجاب في الاخرة اللي هو يقول سبحانه تعالى وبينهما يعني بين اهل الجنة والهل النار وبينهما حجاب وفيه الحجاب الشيطاني القلبي في الدنيا اللي هو لما واحد يبتعد عن نور القرآن الكريم فيتكون حجاب بينه وبين القرآن الكريم لا تصل انوار القرآن الكريم الى قلب يقول سبحانه تعالى واذا قرأت القرآن جعلنا بينك ومن الذين يبون بالاخرية حجابا مستور حجاب مستور من شفشي لانه حجاب للنفس النفس اللي هي القلب اللي هي الفؤاد فالنفس اللي هي مساطرة على الجسد الجسد فيه مخ لكن النفس هي اللي بتحكم في المخ وتحكم في كل شيء النفس هي زي ايه زي السواء والعربية العربية زي الجسد النفس لما بتركب الجسد زي السواء لمركبة العربية تتحول من مجرد هيكل معدني الى شيء متحرك يقتل ويناور ويزمر فلما يأتي النفس طبعا كائن برزخي لما يسيطر عليها كائن برزخي اخر اللي هو الشيطان شو شو فبيقفل تسمع الهدى ولا تهتدي بيعمل حجاب وده معناه اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يمون باللاقرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنا حجاب انافقه وفي اذنهم وقرا واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على ادباله من فورك خل بالك وذكرت ربك في القرآن وحده يعني ذكرت ربك وحده في القرآن وحده ولو على ادباله من فورك مش عايزين نسمعه وده في سورة الاسراء في سورة في سورة وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعوني الي وفي اذننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب يعني ما فيش فائدة وهذا الحجاب الشيطاني بيمنع انوار القرآن الكريم ان تمسى او ان تصل للقلب لابد للقلب ان يكون طاهرا مش طاهر يعني بمعنى ان انت تتوضى هم تكلم عن القلب اللي هي النفس لابد للقلب او النفس ان تكون طاهرة واذا تكون طاهرة لا تؤمن الا بحديث واحد هو حديث الله في القرآن حين تؤمن بالحديث الله في القرآن وحده واذا تؤمن بالله جل وعلا وحده يكون قلبك مستعدا لان تمسه انوار القرآن الكريم ودال ربنا الله سبحانه وتعالى فلا اقصبوا واقع النجوم وانه لا قسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين من الآية 75 آية 80 يعني القرآن لا يمس الا القلب الطاهر الذي لا يؤمن بحديث الا حديث الله في القرآن ولا من الا بالله العظيم جل وعلا وحده اذا كان يؤمن بحديث اخرى مهما استحال ان يهتدي واستحال ان يتدبر القرآن واستحال ان نصل بالقرآن الى شيء بل بالعكس ونزيل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيل الظالمين الا خسارة ده في سورة الاسراء وهذا يدخلنا على القارين الشيطاني والذي يعني جاء ذكره في سورة الزخرف وفي سورة قاف ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقول ومن يعشوا عن ذكر الرحمة شوف يعشوا العشاء اللي هو معناها ان العين لا تستطيع ان ترى النور فالقرآن نور صاد والقرآن ذا ذكره فالذي يعشوا عن نور ربنا القرآن الكريم على طول بيتستلموا الشيطان يقترن به ومن يعشوا عن ذكر الرحمة انه قيض له شيطانا فولاه قريد وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم متدون ده بقى بيتحكم هو اللي كان يمسك قيادة النفس ويصدها عن السبيل الحق ويقول بقى يوزين له الباطلة حقا والحق باطلا يقلب له الحقائق القرآن بيصبح بقى ناسخ ومنسوخ والحديث اللي بتبقى فوق الاخره وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون ويظل هكذا بقى لغت لما يأتي يوم القيامة يلاقي بقى القرين اللي هو مش كم يشوفه وكم يسطر عليه من جوه سطر على نفسه من جوه يلاقي قدامه ولك حتى اذا جاءنا قال يا لات بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يعني يخرب بيتك ده انت تودت بستين ده ده لفصوت الزخرف من الآية ستة وتلاتين ومن بعدها يوم القيامة بقى ربونا سبحانه وتعالى يتحدث بقى عن انه طبعا الغطاء اللي كان موجود اللي هو جسد المادي ده بيزول وبتيجي النفس وبتشوف بقى القرين النفس الضالة بتشوف القرين بتاعه ربونا اقول قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصارك اليوم حديد يتخان بقى هو القرب وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ربونا اقول القياه في جهنم وكل كفار عنيد من ناعد الخير معتاد المريب الذي جعل ما الله لها ان اخر فالقياه في العذاب الشريد قال قرينه ربنا ما اتغايته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت لكم بالوعيد ما يبدد القول لدي وما انا بظلم للعبي شوف ما يبدد القول لدي يعني ما فيش فيه بعد من ربونا يصدر امر ان دا يخش الجهنم ولا يخش الجنة ربونا مش يبدل كلامه فبالتالي لما شوشو اللي هو القريب بيساطر على واحد بيتحكم في اذنه ويتحكم في عينه وديت انا شفتها يعني بنفسي مع الناس اللي هما كنت بقى يعني بقى ناقش الناس اتكلم مع الواحد من دول يبصي لي ومش شايف ولا سامع ربونا اقول وان تدعمنا الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون مش شايف ليه؟ هو عني بتشوف لكن شوشوا اللي جوه منعوا ان هو يشوف الحق وربونا اقول عن القرآن الكرم قل هو الذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون يؤمنون بالقرآن وحده يعني يؤمنوا بحريس اخرى في اذانهم وقر وهو عليهم عمى والي كانوا كل دولا من مكان بعيد ζان ماكم بتنادي واحد من ايه من خمسة وعشرين ميلا يعني واستحال حدى بعدهم ربوناyl من هما استعملون اليك أفانت تسمعوا السم ولا كأنوا منهم ان انظر اليك افانت تهدي العمية ولو كمن ولا يبصرون لكن احنا عندنا الاية 22-20 من صورة الانفال ربنا اقول ان شر الدواب عند الله شو شر الدواب يعني ايه يعني من اول الحشرات لغاية الفيل لغاية البنادين كلها دواب كلمة الدواب في الخران الكريم يعني الكائنة التي يتحرك يا دب فربنا اقول شر الدواب كلها عند الله الصم البق الذين لا يعقلون وربنا اقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون حتى لو ربنا سمعهم مفيش فايت برضو هيعرضوا ففي الاخيرة طبعا ربنا سبحانه سبحانه تعالى يقول ولقد ذرأني لجهنام كثيرا من الجن والانسي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعنوا اللي يبصرون بها ولهم اهزانوا اللي يسمعون بها وليك كالانعام بل هم اضل وليك هم الغافلون دي الام هتساسبين وعن بقى الحجاب بتاعهم بقى بقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون فهم يعني في حجاب بينهم بين القرآن الكريم فيوم القيامة سكون حجاب بينهم وبينها رب العزة جل وعلا في يعني معنا ذلك انهم سدخلون النار اهلا وسهلا بكم احباتي لا تنسوا المشاركة والاشتراك في قناة اهل القرآن وشيروا وليك وعليكم السلام